بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام حضرات الصادة سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته بسم الصاحب الفضيلة مولانا الشيخ الحاج عبد العزيز أيده الله وأطال بقاءه ومتعنا بصحته جميعا الخليفة العام للمشيقة التجانية في عرض وطول جمهورية السنغال وباسم العائلة المالكية وباسم هذه المدينة المقدسة التيوون التي تنبعث منها الإشعاعات الروحية والتوجيهات الإسلامية إلى أرجاء العالم ولا أقول فحص في ربوة غرب أفريقيا إنما أقول في جميع القارة الأفريقية القارة الصوداء باسم هؤلاء جميعا وباسمي أرحب بمعالي الوزراء والسادة الصفراء أولئك الذين يحضرون معنا اليوم هذه الحفلة المباركة التي أقيمت قسيسا لتعظيم وإحياء ذكرى مولد النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم هنا في تواء أرحب بكم باسم هؤلاء جميعا ونشكركم على مشاركتكم الوجدانية إن هذه المشاركة إن دلت على شيء فإنما تدل على تلك المسؤولية الجسيمة التي تحملونها على وهي تمثلون دول صديقة غير إسلامية التي تربط مع السنغال روابط الصداقة المتينة وتلك التي تربط مع السنغال روابط أخوية وأعني الدول الإسلامية نشكركم أيها السادة الصفراء لمشاركتكم معنا هذه الحفلة الليلة ونشكر أولئك الذين أيدا لا يجدون اللغة السنغالية فلقد تناول فضيلته الكلمة الوجزة وأعطى الكلمة لابنه وقائد المصير التجاني شيء أحمد تجانسي لينوب عنه ولينوب عن الأسرة المالكية فتناول الكلمة بإيداح توجيهات من قبل الصاحب الفضيلة إلى الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الأمة السنغالية المسلمة فشيء أحمد تجان تناول كلمة عريدة مع أن هذه الكلمة كانت كلها فلسفة عميقة فلسفة عميقة ونرجو من الله تعالى أن نفهم هذه الفلسفة ولا أقول أن نسمع إنما أن نفهم هذه الفلسفة ونلمص مضمون هذه الفلسفة عندما نخرج نحاول أن نطبق ما سمعنا اليوم أو ما فهمنا اليوم لتصير المصيرة ولتتقدم الدولة السنغالية من قطوة إلى قطوة في أمن وسلام ورفاهية بجاه سيدنا ونبينا مولنا محمد والذي أقيم هذه الحفلة تكريماً لمولده الشريم هذه هي الكلمة الوجيسة التي طلب مني أن أقوم بالنيابة عن صاحب الفديلة الخلف العام للمشيق التجاني وبالنيابة وبالنيابة عن الأسرة المالكية وبالنيابة لمدينة التواون التي تنبعكم منها الإشاعة الروحية وتوجيهها ولا يخالجني أدنى الشك من أن حد الكلام ما أفاد المستمع والسلام الله عليكم جميعاً ورحمة منه وبركاته